اشتركوا في القناة وفي هذا الفيديو سوف نرصد لكم ابرز سبع فتيات اقمن مزادات لبيع عذريتهم فتاة غومترو هي فتاة مجهولة الهوية من ايرلندا تبلغ من العمر 16 سنة حيث قامت سنة 2011 بنشر اعلان في موقع غومترو المجاني قصد بيع عذريتها على امل الحصول على بعض المال للالتحاق بمدرسة الفنون وقد عرض عليها صحفي متخف مبلغ 10 الاف دولار لشراء عذريتها فقط لمعرفة اذا كانت الفتاة صادقة ام انها فقط مزحة فلما كشفت هوية الفتاة تراجعت وقالت انها فقط خدعة روزي ريد روزي هي فتاة جامعية من انجلترا كانت غارقة في ديون مصاريف الدراسة والرسوم الجامعية التي وصلت الى 22 الف دولار امريكي مما جعلها تقوم بوضع خطة لبيع عذريتها ولسوء حظها انها استغلت جنسيا ولم تحصل الا على 12 الف دولار وازمة نفسية كادت تؤدي بها الى الانتحار جاءت قصة الين على نفس نهج ما وقع لروزي فحاجتها الى المال ادت بها الى فتح مزاد في ايطاليا قصد بيع عذريتها لتتوصل بعرض من رجل اعمال ايطالي يبلغ من العمر 45 سنة بقيمة 73 الف دولار ليقوم بدفع جميع ديونها والتكفول بمصارف انتقالها للاقامة معه في البندقية والخوض في التسلية وحضور الحفلات والعيش معه حياة البدخ والترف الفتاة يوني قامت هذه الاخيرة بنشر اعلان على موقع بشبكة الانترنت تحت اسم مستعار يوني وقد جاء في وصف الاعلان انها ذات جمال مقبول وبصحة جيدة وانها ليست مدمنة على اي نوع من المخدرات كما انها لم تقم باي علاقة جنسية في حياتها من قبل وقد اكد صاحب الموقع ان الاعلان شاهده اكثر من 30 الف زائر بالاضافة الى تلقيه 1200 عرض كما اكد ايضا ان المزاد كان مشروع وان الارقام كانت حقيقية ليقف المزاد عند 32 الف دولار اليزابيت روين اسمها الحقيقي اليزابيت هانا كيرن كانت من احدى الطلاب المتفوقين في جامعة واشنطن الامريكية وقد صرحت انها قامت بفتح مزاد تعرض فيه عذريتها للبيع وقد استطعت جمع اكثر من 800 الف دولار قبل ان تنسحب من المزاد ولما سئلت لماذا فعلت ذلك قالت انها سئمت من العادات التقليدية التي تنقص من مكانة المرأة في المجتمع والفهم المغلوط للعذرية ليأتي دور الجامعة للخروج بقرار تأديبي في حقها بسبب تمريغ سمعة الجامعة غارسيلا شابة صمراء تنحدر من عاصمة البيروليما هذه الاخيرة كانت تعاني تحت وطأة الفقر فقد كانت والدتها تعاني من مشاكل صحية في القلب وفشل في وظائف الكلي وبسبب تضخم مصاريف العلاج ومصاريف اخوتها الذين لم يتمكنوا من متابعة دراستهم قررت الاعلان في صحيفة على اعلى مزايد حول عذريتها ليتمكن رجل كندي من كسب المزاد بقيمة 1.5 مليون دولار كاترينا ميغلورني كاترينا شابة برازيلية حاولت بيع عذريتها اربع مرات وكان اول مزاد لها سنة 2012 وقد حصلت على اعلى سعر من طرف مليونير ياباني يدعى ناتسو بقيمة 440 الف دولار وقد اثار هذا الفعل استياء في اوساط المجتمع البرازيلي وقد تنافس على العرض اكثر من 20 رجل ليجعل هذا كاترينا تلغي المزاد كاسبة شهرة واسعة عارفت كيف تستثمرها في برامج تلفزيون الواقع وسلسلة الوثائقيات لا تنسى لايك للفيديو والاشتراك بقناتنا صفي ذهنك لتتوصل بجديد الفيديوهات المفيدة والممتعة كما لا تنسى مشاهدة الفيديوهات السابقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر